اشتركوا في القناة طبعا احنا بنشرح مع بعض تطبيق ميكروسوفت اكسل وزي ما تعودنا ان احنا في بداية كل حلقة بنراجع مراجع سريع عن اهم النقاط اللي احنا اتعلمناها في الحلقة السابقة الحلقة السابقة كان مازال معنا التبويض فيل اتعلمنا منه مهارات عديدة اتعلمنا الامر اوبن وقلنا ان الامر اوبن دو من خلاله بقدر افتح الملف اللي انا خفصته قبل كده وقلنا ان في كذا طريقة لفتح الملف زي ما تعلمنا في السنوات السابقة سنقول فصل الدراسي الاول والتاني ان اي امر عندي ليه اكتر من طريقة لتنفيذه علشان المستخدمين مش كلهم بيفضلوا استخدام طريقة موحدة فالتطبيق اتاح مجموعة من الطرق اللي احنا من خلالها بننفذ الاوامر دي والامر اللي كان معنا زي ما قلنا الامر اوبن اوبن بيفتح الملف اللي مخفوظ عندي وقلنا ليه اكتر من طريقة عن طريق التبويض فيل والامر اوبن عن طريق شريط ادوات الوصول السريع الايكون اللي موجودة فيه الخاصة بالاوبن عن طريق لحة المفاتيح من خلال المفتاح كنترول مع اوبن ودي كانت الطرق المختلفة اللي تعلمناها لفتح اي ملف ولازم نكون عارفين المكان اللي موجود فيه الملف او نعمل سيرش باسم الملف لو احنا عارفين اسمه مفاكري بعد كده خدنا الامر انفو انفو يعني اختصار لكلمة انفورميشا والامر ده من خلاله لما فتحناه عارفنا ازاي نعرف معلومات عن الملف المساحة التخزينية بتاعته قد ايه مين اللي انشأ الملف هل فيه مستخدم تاني للملف ايه التعديلات اللي احنا عملناها على الملف بتواريخها بالايام بتاعتها بكل ما يخصها اوامر الطباعة اللي احنا ديناها للملف عشان نطبعه برضو بتواريخها وبرضو بتعديلاتها وكل ما يمكن ان انا اعرف عن الملف حتى كمان ممكن يفتح لي الملف من خلال اللوكيشن الاساسي بتاعه الموقع الاساسي بتاعه كمان اتكلمنا عن الامر ريسينت ريسينت ده وقلنا امر بيفدنا كتير جدا في انه هو بيظهر لي اخر ملفات انا فتحتها على الجهاز لو انا عايزة افتحها بسرعة ومش عايزة اشوف اللوكيشن الموقع بتاعها فين وابتدي اعمل سيرشة عنها عايزة افتحها بسرعة افتح التبويب فايل والامر ريسينت فبيجب لي اخر ملفات انا اشتغلت فيها كمان اتعلمنا ايه تاني اخر حاجة ختمنا بيها اتعلمنا الحلقة اللي فاتت الامر برينت اتباع الامر برينت خدنا معلومات نظرية كده سريعة عنه وقلنا هنتكلم عليه باستفادة في بداية الحلقة دي الجزء التاني من الحلقة هنخصصه للفصل الدراسي الفصل الثاني الفصل التاني اللي خاص بيه المنهج بتاعنا ولكن هناخد دلوقتي جزئية صغيرة كده عن الامر برينت اللي خاص بيه اتباع اه احنا قلنا ان مفيش اي مفيش مؤسسة بتستغنى عن عملية الطباعة الورقية للملفات بتاعتها لان هي بتتعامل بهذه الورقيات صحيح احنا في عصر التكنولوجيا والملفات البيدي اف هي اللي بقت منتشرة والتوقعات الالكترونية والعقود الالكترونية وكل هذه الاشياء بقت متاحة الكتروني ولكن ما نقدرش نستغنى اطلاقا عن النسخة الورقية اللي احنا بنتعامل بيها مع الجهات المختلفة وعلشان كده خصصنا جزئية كاملة عن عملية الطباعة اللي هي ترينت في مجموعة من الخطوات لازم اتأكد ان هي تامة معي علشان ابتجي اطبع المستند اللي انا هشتغل عليه اول حاجة ودي حاجة بديهية ان انا اتأكد من ان وصلات الكهرباء بتاعتي وصلت البرينتر كابل الداتا كله تمام وكله شغال معي تاني حاجة ابتدي اشوف الملف اللي انا عايزة اضعه وعمله عملية بيريفيو يعني عرض لشكل الورقة بتاعتي علشان اشوف مظبوط او في جزئية مش مظبوطة ابتدي ايه اعدله تالت حاجة ان انا خلاص فتحت الملف وشفته في البريفيو ابتدي اتعامل مع اوامر الطباعة ايه هي بقى اوامر الطباعة في كذا طريقة زي اي امر بنتعلم منه الطباعة باكتر من طريقة اول طريقة من خلال الايكون اللي خاصة بالطباعة ودي بتكون موجودة فين في شرية ادوات الوصول السريع تاني طريقة من خلال التبويب فايل والامر برينت وابتدي اتعامل مع الاوامر او الاجزاء اللي موجودة في الامر برينت تالت طريقة من خلال ايه من خلال مفاتيح الاختصار اللي موجودة على الكيبورد اللي هو المفتاحين كنترول مع حرف البي البي اللي احنا بنسميها البي التقيلة اللي الدايرة بتاعتها في العصايا اللي فوق تمام طب يلا بينا نراجع الجزء النظري وبعدين نشوف تدريب عملية يلا بينا ادي الطباعة ادي الطرق اللي احنا قلنا عليها والاجراءات اللي بنعملها ان احنا بنتأكد من توصيل الكابلات بعد كده نشوف الاوامر اللي هنستخدمها الامر الطباعة من مفتاحي كنترول وبي او من خلال فايل والامر برينت وهكذا تعالوا بقى يلا بينا نشوف كده هو هنطبع ازاي بالطريقة العملية ادي الملف اللي انا عايز اطبعه انا فتحيها هو قدامي بالشكل اللي احنا شايفينه ده هروح افتح التبويه في فايل اعمل عليه كليكة شمال بالماوس هيتفتح معي هنزل تحت ادور على الامر print اه هو print اضغط كليكة شمال بالماوس يتفتح معي الامر print هلاقي النفذة بتاعت الامر print مقسومة لنصين الجزء الايمن اللي خاص بالpreview شكل البيانات اللي انا هتبعها انا خطى لكم صورة عشان يبقى شكلها واضح انا هتبع الصفحة اللي فيها الصورة دي والصورة ظهرة عندي في الpreview في عندي الايكون اللي خاصة بالطباعة هي والامر print مكتوب بعد ما اخلص كل اختياراتي هدوس عليها ولكن هنا بيسألني اول حاجة عايزة كام كوبيس كام نسخة فهنا السهم الفوق يزود عدد النسخ والسهم التحت يقلل عدد النسخ اخطار الرقم اللي انا عايزاه هنا بقى بيقول لي لو انا عندي اكتر من برينتر متوصلين بالجهاز فبيبتدي يسألني او اكتر من اكتر من جهاز يعني لو انا متوصل عندي جهاز فاكس وجهاز برينتر وتليفون مثلا فابتدي ان انا اقوله اختار الابس دي او الجزئية دي اللي هي البرينتر بعد كده بيقول لي انت عايزة تتبعي صفحة كام او من صفحة كام لصفحة كام لو عندي المستند مثلا عشر ورقات عايزة اتبع من صفحة تلاتة لصفحة تمانية اجي اكتب هنا تلاتة لتو دي اكتبها تمانية لو انا عايزة اتبع صفحة واحدة باكتب هنا رقم واحد ازا انتم ما شفتوا كده السهم الفوق بيزود عدد الصفحات والسهم التحت بيقللها هيبق انا قلتله اتبع لي من الصفحة اتنين للصفحة اربعة فهي اتبع لي من اتنين لاربعة ولو عايزة اغير بغير برينت وان صيد هتتبع لي على وجه واحد يعني الورقة ما تتبخاش وشه وظهر اتبخها صيد واحد يعني وشه واحد في اختيارات تانية للطباعة بقول لكم الحاجات اللي مهمة اللي بنحتاج لها هنا بيقول لي برينت انتر 워كوبوك برينت سيليكشن ده معناه ان انا بقوله اتبع لي الجزئية اللي انا محددها بس يعني انا في الفايل لو انا محدده جزئية معينة هو مش هيطبع اي حاجة في الفايل غير الجزئية اللي انا محددها دي هنا بيقول لي حجم الورقة اللي انت هتطبع عليها ايه عادة احنا بنطبع على A4 لو عايزة اغير عندي الاحجام اللي موجودة هي اختار الحجم اللي انا عايزة بعد كده normal merge الهوامش اصبت الهوامش بتاعت الورقة بتاعتي ايبا ايسر علوي صفلي وهكذا وبعد ما خلصت خالص اقوم دايسة ايه برينت وهكذا طيب بصوا معي بقى يبقى زي ما شفنا كده الامر برينت دوة في خيارات عديدة ليه الخيارات العديدة دي علشان اقدر اصبت الورقة بتاعتي واتبحة وتطلع بالشكل اللي انا عايزة زي ما شفنا كده مع بعض ان انا لما باجي افتح التبويف فايل واختار الامر برينت بيطلع لي او بيظهر قدامي في النافذة اختيارات عديدة ايه الاختيارات العديدة دي او الاختيار بيقول لي انتي عايزة كم نسخة من الفايل دوة او كم نسخة من الورك بوك ده او كم نسخة من الشيت اللي انتي فتحيه فابتجي اقوله والله انا عايزة نسخة نسختين تلاتة زي ما انا عايزة ونخلي بالنا ان هو هيتبع لي ايه هيتبع لي ورقة العمل اللي انا وقف عليها بس الشيت اللي انا وقف عليه بس مش هيتبع لي الورك بوك كله لازم بالزبط اكون محددا هاتبع ايه غير كده كمان هيتبع لي في البريفيو هيتبع لي الجزئية اللي هتطبع فانا بابقى واخد بالي من البريفيو اللي بيظهر في البريفيو هو اللي هيتطبع معي في البريفيو يبقى اول حاجة قلناها عدد النسخ بيسألني عليها تاني حاجة بيقول لي عايزة تطبعي حددي الاوراق اللي عايزة تطبعيها يعني انا لو عندي فايل عبارة مثلا عن كم عن عشر ورقات انا مش عايزة العشر ورقات كلهم او عايزة كم ورقة في ترتيب معين هو مديني هذا الاختيار وبيقول لي اكتبي في الخانة الاولانية عايزة تطبعي من صفحة كم الى صفحة كم مثلا عايزة اطبع من صفحة 2 لصفحة 7 اكتب في الخانة الاولى 2 وفي الخانة التانية 7 يبقى كده هو عارف انا هطبع الجزئية برضه بيديني اختيار لو انا عايزة اطبع جزئية معينة من ورقة العمل الوركشيت اللي انا وقف عليها بكون محددها الاول لازم احددها عشان هو الجهاز يفهم ان هي دي او التطبيق يفهم ان هو ده جزء اللي انا عايزة اطبع كمان بيديني اختيار تاني بيقول لي انت عايزة الورق يطبع وشه ده ولا وشه واحد بس فدي برضو متاح لي ان انا اخترها كمان في اختيار تاني ان هو بيقول لي ايه طيب انت عايزة مقاس الورق اللي عايزة تطبع عليها ده قد ايه؟ في مقاسات متعددة للورق في الورق اللتر في الاسري في الافور ومقاسات عديدة جدا يبقى ده اختيار برضو متاح ليه كمان بيديني اختيار اصبط الهوامش الهوامش بتاعة الصفحة بتاعتي اللي هي الميرج ميرج في عندي اربع هوامش او اربع ميرج اللي هي التوب والبوتن والريت والليفت ابتدي اغير في الهوامش وبيظهر لي في المعينة شكل الصفحة اول ما اغير في الهوامش وشكل الصفحة يتزابط معي واخترت كل الاختيارات اللي خاصة بالطباعة في الحالة دي يا اوم دايسة برينت تقوم الصفحة مطبوعة بكل الاختيارات اللي انا اخترتها في الامر برينت وبكده يبقى احنا انهينا مع بعض الفصل الدراسي الاول ويراجعنا في كل حلقة على المهارات الهامة اللي احنا تعلمناها عايزاكو برضو انتو تراجعوا الحلقات اللي فاتت عشان يبقى احنا كده تمينا دراسة الفصل الاول في تطبيق ميكروسوفت اكسل هندخل دلوقتي على الفصل التاني وهو فصل شير جدا ومعنا مهارات عالية جدا هنتعلمها مع بعض وهتفيدنا كتير جدا في شغلنا يلا بينا نشوف معنا ايه معنا دلوقتي الفصل الدراسي التاني ادخال وتحرير البيانات اول حاجة هنتعلمها في الفصل ده التحرك داخل ورقة العمل في عندي طريقتين للتحرك داخل ورقة العمل اول طريقة باستخدام اشرتة التمرير تاني طريقة باستخدام الفقرة اللي هي الماوس اول حاجة يمكن الوصول لخلية معينة باحد الطرق التالية الوقوف مباشرة على الخلية المراد الذهاب اليها والضغط على المفتاح الايصر للفقرة كليكة شمال بالماوس يبقى انا كده حددت الخلية اللي انا عايزاها تاني طريقة كتابة اسم الخلية المراد الذهاب اليها عند خانة اسم الخلية في النام بوكس في شريط الصيغ ودي هنشوفها مع بعض هنعملها ازاي تالت طريقة باستخدام لوحة المفاتيح تعالوا بقى نشوف الجزئية دي عملي ايدي عندي ملفه بالشكل ده هبتجي ان انا اشوف ازاي هروح للخلية اول طريقة قلناها اول حاجة عايزا اقول لكم ان ده عنوان طبعا الملف اللي انا وقف عليه اللي انا هشتغل عليه هيجي انا كتبة هنا كلمة قيمة الدخل زي ما انتو شايفين كده انا ممكن اتحرك زي ما انتو شايفين عن طريق اعمدة الازاحة بالشكل ده علشان اظهر الخلية دي يبقى انا هنا هو انا بتحرك من خلال ورقة العمل اهو شايفين كل ما بتحرك كل ما الارقام دي بتزيد وتقل معي بطلع لفوق او بنزل لتحت ده معناه ان انا بتحرك بالموس يبقى انا بتحرك في ورقة العمل بتاعتي من خلال الموس ان انا من خلال البقرة اللي خاصة بالموس بطلع فوق او من خلال اعمدة الازاحة اللي موجودة في الجزء الايمن وفي الجزء السفلي عندي على حسب اتجاه ورقة العمل بين اليمين لليسار او من اليسار لليمين المهم ان انا بشتغل بضغط كليل كشمال بالموس بطلع بعمود الازاحة وبنزل به في طريقة تانية شايفين السهم اللي انا بشاور عليه ده السهم ده اللي انا ضغط عليه بيجيب لي الصفوف اللي في الاعلى شايفين انا وقفة هنا عند كام اربعة وثمانين لو انا ضغطت بصه هو بيبتدي يجيب لي الصفوف اللي قبل الاربعة وثمانين اللي كنت وقفة عليها وهكذا يبقى انا من خلال اعمدة الازاحة الافقية والرقسية بقدر اتحرك في ورقة العمل لاعلى او لاسفل ومن خلال الاسهم دي برضو بقدر اتحرك لاعلى واسفل زي ما انا اعيز تعالوا شو بقى عنوان الخلية دي الخلية النشطة اللي انا وقفة عليها لما انا وقفة عليها بالشكل ده هي الخلية العمود ايه والصف وان يبقى كتب هنا هو في شريط الصيغ عند عنوان الخلية اسم الخلية ايه وان طيب لو انا جيت هنا وقفت على الخلية دي ايه اهيه بالشكل اللي انتو شايفينه ده وجيت شايفين السهم الصغير ده اللي جنب عنوان الخلية اهو لو جيت فتحته هنشوف مع بعض كده هعمل عليه تلك شمال بالموس عشان يتفتح عشان اقدر اكتب في الخانة دي اللي انا عايزاه فتحته اهو هكتب مثلا اي عنوان خلية انا عايزاه زي ما انتو شايفين انا كتبت هنحول الجهز لانجليش عشان كان عربي اهو انا كتبت عنوان الخلية ان سيكس هو شايفينه ان سيكس هو فعلا وداني عند الخلية ان سيكس مجرد مكتب عنوانها في شريط العنوان هو هيودييني عندها على طول هاجي افتح تاني كده شريط ان شريط الصياغ عند عنوان الخلية اللي هو السهم دو برضو كتبت عنوان تاني اهو وداني في الخلية عند نفس العنوان طب تعالوا مع بعض كده هو نشوف الجزئة الاخيرة اللي احنا شرحناها دي اللي هي خاصة بعنوان الخلية فيه كتير منكم وقولوا طب يعني ليه نكتب عنوان الخلية طب ما احنا على طول بالموس نروح نعمل عليها كليكة على طول احيانا لما بنعمل ارقام كتيرة وحسابات كتيرة بنبقى العين ما بتبقاش جايبة رقم الخلية يعني من كتر الشغل الكتير على ميكروسوفت اكسل والارقام بتبقى موجودة والخلية واحيانا بنصغر حجم الخلية رقم في خلية ما كانها مصح فافضل طريقة ان انا اكتب رقم او اسم الخلية او عنوان الخلية علشان يروح فيها بالضبط وابتدي ادخل فيها البيانات فدي حاجة مهمة جدا فعنوان الخلية بكتبه منين في شريط الصيغة هفتح الجزئية شريط الصيغة افتح الجزئية اللي خاصة باسم الخلية وابتدي هتشتغل معي واللي هتبقى خلية ناشطة وابتدي ادخل فيها الجزئية اللي انا عايزها يبقى شريط الصيغ اللي هو الفورمولا بار الجزئية اللي خاصة باسم الخلية هدخل فيها اسم الخلية يعني عنوانها اللي هو العمود والصف وهبتدي ادوس انتر هلاقي الخلية اتنشطت اللي انا حددت كمان اتعلمنا في الجزء العملي ده ازاي اتحرك في ورقة العمل وقلنا ان فيه كذا طريقة اول طريقة اعمدة الازاحة الاسم اللي موجودة فوق عند اعمدة الازاحة عن طريق الموس بتاعي البقرة اللي موجودة بالموس دي بحركها وكلنا عارفين بنتعامل بيها ازاي كلنا بقينا شاطرين يعني احنا بقينا خلاص ماهرين فيه استخدام الموس واستخدام التطبيق بتاعنا يبقى عندي كذا طريقة ان انا اتحرك بيها داخل ورقة العمل كمان بالاسهم السهم الاعلى يطلعني الفوق في الصفحة السهم الاسفل بينزلني التحت السهم الايمن بيجيب لك جزء اللي مش موجود عندي من الجهة اليمنى والسهم الايصر نفس الحكاية بس من الجهة اليسر وهنلاقيها عملية سهلة جدا التحرك داخل ورقة العمل هتلاقوكوا بتعملوها بشكل طبيعي وتلقائي من غير ما تسألوا نروح ازاي ولا نجيب ايه ولا ازاي اطلع فوق ازاي نزل تحت هتلاقوا نفسوكوا لوحديكم بتعرفوا تستخدموها من من شغلكوا واستخدامكم للأوامر والتطبيقات بتاعة البرنامج بتاعكم يلا بينا نشوف معنا ايه تاني تغيير اتجاه ورقة العمل ايه الكلام ده يعني ايه غير اتجاه ورقة العمل تعالوا نبصي كده على الجزئية دي لضبط اتجاه الورقة ليصبح من اليمين الى اليسار نشط التبويب بيتش ليون ثم نختار من المجموعة شيت اوبشن الاداة شيت رايت وليفت شيت اه علشان اه تبقوا عارفينها لما نيجي نطبق عملي بصوا هنا دي عبارة عن ورقة وفيها سهم متجه لليسار ومكتوب هنا ايه شيت رايت تو ليفت شيت طب تعالوا مع بعض كده نشتغل بقى في الجزئية دي اول حاجة قلنا هنفتح التبويب ايه احنا دلوقتي مفتحين التبويب فايل اه هوم هو اصلا مفتوح لوحده ان طالما ما فيش شرطة تحتيه كده يبقى هو ده التبويب اللي شغال معي لو انا جيت هنا عند الخلية اي وان بالشكل ده وعملت ايه نشطها بقت هي دي ايه الخلية الناشطة هنا اتجاه الكتابة منين من اليسار مش هنا خرف الايه هنا ده اليمين وهنا كده ده وايه اليسار طب هروح عند التبويب بيتش اللي احنا قلناه من شوية هدور على الايكون اللي انا كنت رسمها لكم اهي اللي هي الشيط شايفينها هضغط عليها كده كليكة شمال بالموز خلوا بالكم هنا خرف الايه ناحية ايه ناحية اليسار لو انا جيت وضغط على الايكون دي بصوه اهو هضغط عليها ايه اللي حصل تجاه الكتابة بقى من اليمين حرف الايه جهة اليمين زي ما احنا شايفين بالشكل ده عشان انا لو بكتب اه باللغة العربية او هامل الشغل بتاعي باللغة العربية لو جيت ضغط عليها تاني اللي حصل انتقلت في الجهة اليسر يبقى page layout والايكون دي اللي خاصة بي اه بتغيير اتجاه ورقة العمل هلاقي على طول ان اتجاه ورقة العمل جه من جهة اليسار الى جهة اليمين تعالوا نشوف جزئية تانية ادخال البيانات النصية والرقمية في خلايا ورقة العمل يوجد تلات انواع من البيانات عندي تلات انواع من البيانات ايه هما بيانات نصية او حرفية هي مجموعة متتالية من الحروف والمسافات والارقام يتعرف عليها البرنامج كنص ولا يسمح باجراء عمليات حسابية عليها يبقى ديه البيانات النصية ايه مجرب بيانات مش هنعمل عليها ايه عمليات حسابية طيب الرقمية بقى هي التي تتضمن ارقام او تواريخ يسمح البرنامج باجراء عمليات حسابية عليها يبقى يبقى الفرق بين اتنين ان النصية او الحرفية ديه مش هنعمل عليها عمليات حسابية التانية دي الرقمية هي ديه اللي هنعمل عليها عمليات حسابية الصيغ تقوم الصيغ باجراء عمليات حسابية على القيم في ورقة العمل تعالوا بقى انا اشرح مع بعض الجزئية ديه علشان دي هساعدنا كتير في شغل قلنا ان البيانات النصية دي بيانات انا بدخلها بس ما بعملش عليها اي اي عمليات حسابية زي اي يعني او ضعم الميزانية هكتف فوق كده ميزانية الشركة عن العام المالي 2020 2021 دي بيانات اي دي بيانات نصية مش هعمل عليها اي حاجة ده عنوان انا خطى عنوان بس اخطى فيين في شية الاكسل فعشان الاكسل خاص بالحسابات فلازم اوضح له ان دي مش هيجرى عليها اي عمليات حسابية فهو هيفهم ان دي بيان نص طب جيت بعد كده هو دخلت مثلا ارادات مصروفات مش عارف عقارات اراضي الحاجات اللي احنا ايه البنود اللي احنا بنفطها في الميزانية لا هو مفروض هيفهم ان دي بيانات ايه رقمية لرقمية علشان هجري عليها عمليات حسابية سواء هضيف عليها هجم عليها او هطرح منها او هضربها في عدد وهكذا يبقى في الحالتين هو عارف امتى هيستخدم العمليات الحسابية على المدخل اللي انا دخلته وامتى هيفهم ان ده مدخل نصي مش هعمل عليه اي عملية حسابية طيب تالت حاجة عندي الصيغ الصيغ دي احنا لنا حلقات مطولة فيها بس انا حبيت اديكم فكرة عنها عشان تعرفوا ان هي من ضمن المدخلات اللي عندي في تطبيق اكسل الصيغ دي بتبقى مخزنة جوه الجهاز مخزنة جوه الجهاز زي كده هو ايه المعادلات مثلا هنفهمها اكتر لما انطبقها بس احب اقول لكم ان هي بتبقى معادلات او صيغ مخزنة داخل البرنامج انا بستدعيها بعوط فيها ارقام او بيانات وبالتالي اخرج منها نتائج وان شاء الله لنا شغل فيها هيجبكو كتير جد طيب يلا بينا نشوف معنا ايه تاني هناخد حاجة جميلة جدا اسمها الاكمال التلقائي اوتو كومبيليتو تعالوا نشوف يعني ايه الاكمال التلقائي الاول وبعدين نشوف الجزء العمل يمكن كتابة اول حرف من الكلمة في الخلية التي تقع مباشرة اسفل القائمة المدرجة فتظهر باقي الحروف محددة لقبول الادخال اضغط انتر لاستبدال الاحرف المدخلة القائية نتابع الكتابة لحسف الاحرف المدخلة نضغط باقي سبيس طيب بصوا معايا الاكمال التلقائي احنا قلنا طبعا ان احنا بنستخدم التطبيقات عشان بتوفر لنا وقت وجه الاكمال التلقائي ده من اهم الحاجات اللي بتوفر لنا وقت وجه يعني مثلا انا دلوقتي بتعامل في شركة شغالة في شركة بتتعامل مع اصناف معينة من السلع ولتكن مثلا ايه اجهزة تجهزة الكمبيوتر ومجتملتها فعلى طول انا بتعامل في شغلي في حساباتي في ايه في كمبيوتر في برينتر في موس كيبورد اه شاشة مثلا كيسة هارد كل هزه ايه المكونات اللي في الشركة بتشتغل فيها او بتتاجر فيها فانا لما بيجي اكتب الفواتير جيت مثلا كتبت ايه شاشة كمبيوتر تمام فاول ما كتبت بعد كده هو جيت كتبت ايه هارد ديسك جيت بعد كده كتب لوحة مفاتيح بعديها في الخانة اللي بعديها او في الخلية اللي بعديها كتبت ايه ماوس جيب قررتهم تاني انا عايزة هكتب الحاجات دي تاني في جزئية تانية او في ملف تاني حتى مش شرط يكون في نفس الملف فجيت فتحت ملف تاني وجيت انا كده هو ايه جيت كتب او وورك شيت تاني اه جيت كتبت اول حاجة اول ما هاجي اكتب اول حرف في كلمة شاشة كمبيوتر او تاني حرف هلا ايه هو كتب لي الكلمة كملها الوحد هو عارف من ايه هو عارف من ان هو انا عايز اكتب كده عشان انا كنت مقررها قبل كده عشان انا في نفس الورقة العمل دي انا ايه مقررها قبل كده هو لازم اكون مقررها قبل كده عشان هو يفهم ان هو هي قررها عشان يوفر علي ايه براو علي كل وقت والجهد طيب خلصتها ودست انتر وروحت للخلية التانية دي كتبت لوحة مجرد ما هكتب لا موا هو هيكمل لوحده الجملة لوحة مفاتيح فهو ده اللي بنسميه الاكمال التلقائي اللي هو التطبيب يفهم لوحده ان انا اكتب الجملة دي فهلا ايه هو كتبها لوحده بس بشرط اكون انا مكرراها قبل كده طيب افرد انا وانا بكتب لوحة مفاتيح انا عايز اكتب حاجة تانية مش عايز لوحة المفاتيح دي بس هو كملها لي للاخر وكتير منكم بيتضايق لما بتقعدوا في المعمل وتكتبوا جملة يتعمل لها اكمال تلقائي مش عارفين هو ليه يكتب بقية الجملة طيب انا مش عايز ه هو صدف ان انا كتبت اول حرفين فهم توافقوا مع الاكمال التلقائي اللي الجهاز مخزينه عنده فيبتدي ان هو يكمل الجملة للاخر برضو ليها حال لو انا مش عايز الجهاز يكمل بقية او الطبي يكمل بقية الجملة بعمل ايه بعمل باكي سبيس مفتاح الباكي سبيس اللي موجود على الكيبورد اللي كلنا عارفينه فبيبتدي يمسح لي الكلمة كلها واكتب اللي انا عايزاه لو انا عايزاها خلاص هو ريحني وكتب لي الجملة كلها بعد انا ما كتبت اول حرفين بضغط انتر اول ما ضغط انتر على طول هو ايه هيكمل ويديني خلية جديدة زي ما قلتلكم بالشكل ده تمام طيب لو انا عايزا اني هكتب نفس المدخل اللي انا بكتبه ده بس هغير فيه حاجة يعني بدل ما شاشة بس تبقى شاشة LCD اعمل ايه ممكن مامسحش ولا حاجة ممكن ان انا استمر في الكتابة استمر في الكتابة على التحديد اللي هو حدده ده فهيظهر المدخل الجديد وده هببان اكتر لما نشتغل مع بعض دلوقتي في الجزء العملي يلا بينا نشوف ادي عندي اهو ملف هاجة اقف خلية فيه وهكتب مدخل معين انا هدخله دلوقتي اهو ارادات مثلا كتبت كلمة ارادات نزلت تحت كتبت كلمة مصرفات نزلت تحت خلية اللي بعديها بنزلي اما بالماوس كليك شمال بالماوس او بالاسهم الكيبورد جيت هنا بقى ايه ركزوا في الجزئية اهو انا كتبت ارادات مصرفات مستحقات جيت هنا جيت اكتب اجور تمام وبعدين جيت وقفت في الخلية اللي تحتيها عشان اكتب جيت اكتب ارادات شفت اول ما كتبت الف يه اللي حصل كمل الجملة كلها وكتب لي ارادات شايفين كملها هي طيب افرض ان انا مش عايزة اكمل الارادات دي وعايزة اكتب حاجة تانية هوريك وهنعمل ايه هقف في خلية جديدة جيت اكتب مصرفات ميم صد رح كتب لي كل المصرفات لو انا عايزة اتراجع اعمل ايه هضغط بالباكس بيس دي زي انا ما عملت كده دغطت من الكيبورد على الباكس بيس مساح لي كل البيانات خدنا بالنا يبقى زي ما قلت لكم كده الاكمال التلقائي ده بيفدني في انه هو بيوفر لي الوقت والجهد ولكن افرض هو عملي الاكمال التلقائي وانا بكتب وانا مش عايزة الاكمال التلقائي ده انا ممكن ان انا اتراجع بالباكس بيس او ممكن اكمل كتابة انا فهيكتب لي الحاجة الجديدة فليه مطلق الحرية ان انا اخافز على الاكمال التلقائي بالضغط على انتر او ان انا اتراجع عنه بالباكس بيس او ان انا اكمل الكتابة ياما امسح بالباكس بيس ياما اكمل الكتابة وهيتشال معايا الاكمال التلقائي واكتب الحاجة اللي انا عايزها يبقى الاكمال التلقائي ده من الحاجات المفيدة جدا بس انتو هو بيضايقون ان زميلكو بيبقوا قاعدوا على الاجهزة قبل كده هو في المعمل وعملوا اكمال التلقائي تجونتو تشتغلوا بص تلاقي الاكمال التلقائي شغال فما تتضايقوش خالص ياما تمسحوا بالباكس بيس ياما تستمروا في الكتابة وهو هيكتب الجزئية اللي انتو عايزين تمام يلا بينا نشوف معنا ايه تاني في حاجة عندنا جميلة قوي اسمها الانتقاء من القائمة اللي هي البيكليست البيكليست بنقرب الزر الايمن للموس على الخلية واختيار بيك فروم تروب داون لست تظهر قائمة بكل العناصر التي تم ادخلها بالعمود ونختار منها العنصر المطلوب بالضغط على انتر تعالوا نشوف الكلام الكتير دا يعني عايز يقول لنا ايه اللي هي البيكليست دي تعالوا نشوف البيكليست دي بتعمل ايه كده واحدة واحدة مع بعض ندي مثال علشان المعلومة توصل اسرع لو انا بتعامل مثلا في سلع موجودة عندي في الشركة اللي انا شغالة فيها تعالوا ناخد مثال تاني بدل اجهزة الكمبيوتر تعالوا ناخد مثلا ايه اجهزة ادوات حاجات منزلية زي التلاجة الغسالة البتوجاز وهكذا جيت انا كتبت تلاجة وعملت انتر وفي الخلية اللي بعديها غسالة عملت انتر خلية اللي بعديها مروحة انتر الخلية اللي بعديها ميكوي تمام؟ طب انا هبتيجي اتعامل مع السلع دي هخط قدامها ارقام هخط قدامها الارقام اللي خاصة بيها سواء بيع سواء شراء سواء ارباح ايا كانت الارقام دي تمام؟ جيت بعد ما كتبت لقيت ان انا كتبت مثلا التلاجة وصادر رقم بتاع الغسالة والموضوع دوها هياخد مني وقتل ان انا مقررة البيانات دي في اماكن كتيرة جدا طب اعمل ايه؟ قالوا ان البيكليست دي هتساعدك في حل المشكلة دي ان انت هتوقف على الخلية اللي فيها التلاجة كليك يمين بالماوس تختار بيكليست وبعد كده هو تختار الامر التاني اللي احنا قلناه وهنشوفه مع بعض دلوقتي اللي هو بيك دروب لست هعمل لستة خاصة بي المنتجات دي ادوس على الامر ده وادوس اوكي خلاص كده هو لو رجعت تاني للصفحة بتاعتي هلاقي كم ونصهم صغير كده جنب المدخل اللي هو الغسالة او التلاجة اللي انا اعملت له البيك توا هفتح كده هلاقي كل السلع موجودة فاختار السلع الصح اللي انا عايزة حتى لو انا كنت كتبق اسم السلع غلط قبل كده لو انا فتحت البيكليست دي ولقيت كل السلع نزين قدامي كده واختارت السلع الصح خلاص هيتصلح المدخل وتتشال الغسالة وتتحط مكانها المنتج التاني اللي انا عايزة اخطه انا عارفة ان انتو بتحبوا الجزء العملي عشان بتفاهموا منه اكتر يلا بينا نشوفها نعملها عملي ازاي طيب ادي اه صفحة موجودة عندي الشيط موجودة عندي هبتجي اف هنا في الخلية اي وان وبتجي اكتب السلع اللي انا هتعامل فيها اول سلعة لانا هكتب ايه مثلا اه نخليها ارادات ومصرفات عشان تبان اكتر وهاجي هنا هو هكتب ضرائب انزل في الخلية اللي بعديها شايفين عشان اكمل التلقاء اللي عملنا قبل كده جيت اكتب حرف الميم راح على طول جاب لي مصرفات الا اما انا مش عايزاها زي ما شفتوا كده بكمل الكتابة كتبت مرتبات تمام اه هنا حوافز قلص انا كتبت مجموعة مدخلاتها هي جيت عند الارادات هعمل كليك كيميم بالماوس شايفين هروخ عند الامر اللي قلت عليه اللي هو اه بيك فوروم دروب داون لست شايفينه اهو ضغط عليه بصوا ايه اللي حصل بصوا عند الارادات اتفتح سهم اتكون سهم كده هو صغير هورره لكم اهو اهو لو انا جيت هعمل لكل القوائم كده اه جيت وقفت عندها وعملت اخترت الاختيار تاني هوررها لكم علشان عدت عليكم بسرعة دية بصوا هاجي عند المصروفات كليك كيميم بالماوس اختار بيك فوروم دروب داون اهو تمام شوفوا بقى ايه اللي هيحصل معي دلوقتي اول ما هاجي هقف كده عند الجزئية دية اهي وفتحت المرتبات بعدها لكم تاني شوفوا لما جيت فتحتها ايه اللي ظهر ايه اللي ظهر معي شايفين انا فات فتح ايه المصروفات ظهر تحتيها الحوافز والضرايب وكل القوايم والمرتبات وكل القوايم اللي انا فتحتها يبقى دا معناه ان انا لما جيت اختارت الاختيار اللي انا عملته داوا اللي هو بيك فوروم دروب اند داون شايفين اللي حصل شايفين ان تكونت لستة جوه المدخل داوا فيها كل المدخلات اللي انا دخلتها اقدر اقف واختار اي واحد منهم تمام يا شباب يبقى انا كده هو قدرت اعمل قايمة في كل مدخل يعني المصروفات لما عملتلها درج بيك اند دروب فالله حصل اتدخل جواها كل المدخلات اللي انا دخلتها بحيث ان انا لو حاب اغير اشيل الارادات وحط مكانها المصروفات بقدر بكليك اشمل بالماوس اختار الاختيار اللي انا عايزة من غير ممسح واضيف وكمان المدخلات دي بيكون مرتبط بيها ارقام بيكون مرتبط بيها ارقام فمش معقول ان انا هعود اغير المدخل اللي دخلته اللي هو الارادات وكمان الارقام اللي اقصاده لا ده انا بكل سهولة ممكن اغير تغيير واحد بس يزبط لي المدخلات اللي انا دخلتها ده بنسميه ايه الانتقاء من القيمة طب يلا بينا نشوف معنا ايه تاني تكوين سلسلة خلايا باستخدام مقبض التعبئة التي تشكل تتابعا منطقيا تعالوا شوف سلسلة الخلايا دي انا احب اشرح لكم عملي كده لانها جميلة جدا وهتستخدموها كتير قوي باجي اقف خلايا من الخلايا كده اكتب رقم واحد وبعدين انزل تحت كده اكتب رقم اتنين زي ما انتوا شايفين اهو وقفت في الخلايا ايه وان كتبت واحد وقفت في الخلايا ايه وكتبت اتنين وقفت في الخلايا اسري وكتبت تلاتة وبعد كده بعد ما كتبت واحد اتنين تلاتة اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو روح تحددت التلات خلايا واحد اتنين تلاتة اهو وجيت وقفت بالموس هنا لغاية في الركن الايمن انا هو عند التلاتة كده في الركن الخلية اللي فيها التلاتة دي في الركن الايمن فيها لغاية مشكل الموس بقى ايه بقى شكل زائد كده شايفين يا صغيرة مش بينة لو قربت شوية هتشوفوها اضغط واصحب لغاية تحت كليكة شمال بالموس ايه اللي حصل بصت لقيت سلسلة الارقام اتكونت لوحديها انا كنت مدياله لغاية تلاتة هو كتب اربعة خمسة ستة سبعة وهكذا شايفين هو بالسحب والافلات اهو ضغط على واحد اتنين تلاتة او ضغط كليكة شمال بالموس ونزلت لغاية تحته شايفين ممكن انزل اكتر على فكرة زي ما انا عايزة لقيته هو رقم للواحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة لغاية الاخر يبقى تكوين سلسلة من الخلايا دي مفيدة جدا لنا لان احنا احيانا بينكون كتبين سطور مثلا او كتبين بنود معينة في خلية عشر بنود او كده هو فابتجي ان انا عايزة ارقامهم يبقى احدد العشر بنود دولا او ان انا اعمل ايه ابتجي ان انا ارقم الخلايا اللي قابليها الخلايا اللي قابليها اكتفيها واحد اتنين تلاتة وبعد كده هو احدد التلات خلايا واجف الرقم الايصر لاخر خلايا لما شكل الموسي بقى زائد اضغط واسحب لغاية الخلايا اللي انا عايزة تبقى نهية الترقيم فيها وبعد كده اسيب الموس هلاقي ان هو رقم لي واحد اتنين تلاتة اربعة عملي سلسلة من الخلايا طب حمد شاطر هيقول لي لو انا عايزة اعد مش عايزة اعد واحد اتنين تلاتة عايزة اعد اتنين اربعة ستة تمانية نفس الخطوات هي هي هكتب اتنين الخلايا اللي بعديها اربعة الخلايا اللي بعديها ستة وااجي احددهم ومن الركن الايمن اضغط كليل كشمل بالموس واسحب على ايه رقم لي بسلسلة الفرق بينهم اتنين اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر وهكذا يبقى دي جميلة جدا بتزبط لي المدخلات بتاعتي وزي ما قلتلكم لو عايزة ارقم مدخلات في الخلية اللي قابليها والمدخلات في خلية والارقام في خلية الطريقة دي بتبقى جميلة جدا وبتخليني ارقمهم بكل سهولة وليها استخدامات تانية ده انا بديكم ده الاستخدام البسيط لما ندخل ونتعمق في التطبيق هتلاقوا ليها استخدامات كتيرة هتفيدكم كتير قوي طبعا انا حاسة ان انا ديتكم معلومات كتيرا النهاردة بس كلها معلومات هتفيدكم كتير قوي وعايزاكوا تراجعوا الحلقة مرة واثنين وثلاثة علشان فيها حاجات جميلة فيها امتقاء من القيمة فيها اكمال تلقائي فيها تكوين سلسلة من الخلايا فيها ازاي تغير اتجاه ورقة العمل من اليمين الى اليسار من التوبيب بيت جيلي اوت مش عايزة ننسى المعلومة دي ابدا 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 وكمان خدنا ازاي اتنقل بين المعلومات بتاعتي أو المدخلات بتاعتي اللي موجودة في ورقة العمل وليها طرق متعددة كتيرة عملة الإزاحة الأسهم الأسهم اللي موجودة في اللي عند عملة الإزاحة وفي الأسهم اللي موجودة في الكيبورد أزائي طلبة التعليم الفني ساعدت بوجودي معكم وأتمنى أن نحن نكون استفدنا من المهارات الجميلة اللي تعلمناها النهاردة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا